القضاء اللبناني في حلقة مفرغة بشأن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي تسبب بنكبة لبنان في الرابع من أبوغسطس العام الماضي فمحكمة التمييز رفضت دعاوة مقدمة من رئيس الوزراء السابق حسان دياب وثلاثة وزراء آخرين لمقاضات الدولة بسبب سلوك المحقق العدلي طارق البطار نحن ما بنعرف بعد إذا كانوا تصرفوا أو ما تصرفوا الأضاء ما في شك أنا بدي فترد إنه إذا كان مفروض يتصرفوا ويأخدوا موقف وما أخدوا الموقف المطلوب يسيئة لو كان قاضي يعني القاضي ما إنه فوق القانون القاضي مثله مثل غيره تحت القانون بمحكمة التمييز للغرفة الأولى هي إنه هي ليه لحقت بطلبات الراد بعتيد القانون مش هيك الراد هي العامة المحكمة العامة سهلة العامة هي الأعلى أعلى درجة على مركز قضائي في لبنان ولكن ما بيقدر يزعمل قراراته بصيغة أوانين الخلاف بشأن التحقيق في قضية انفجار المرفأ وصل إلى خلاف على مواد في الدستور اللبناني النص الدستوري واضح ملاحقة الرؤساء والوزراء أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ولا يمكن ملاحقتهم أمام أي جهة قضائية أخرى وهذا استهاد ثابت لمحكمة التمييز اللبنانية الجزائية البطار سيتابع عمله وسط شكوك بشأن التوصل إلى قرار ضني بعيد من التسييس ولا سيما أن أسئلة كثيرة لا إجابات عليها حتى تاريخه كما سبق ذكرت بتقريركم بقناة الميادين بدري ضاهر مدير عام الجاميري بداية أبلغ وزير الميلي عن هذه المواد لم يكن القاضي أمور استعجلي لم يخل أي أرار بهذا الموضوع وعليه سيبقى التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيرون أسير التجاذبات الكباش السياسي قضائي في لبنان على أشده بين فريق يطالب بتنحية القاضي البطار بسبب تسييس الملف فيما يستجرس فريق آخر للدفاع عنه المطالبون بتنحية البطار يسألون لماذا لم يستدعي المحقق العدلي أي قاضي للاستماع إلى إفادته لا سيما بعد أن أظهر وثائقي الميادين رواية الحقيقة الكثير من المراسلات للقضاء تحذر من خطورة مادة النترات في المرفأ عبدالصبغ بيروت الميادين